السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا المقطع القصير سوف نتحدث عن العمل الحر باعتباره الطريق الأبرز التي يسلكها المبربجون للربح من مجال البرمجة العمل الحر أحبتي في الله كما نعلم جميعا ليس أطيب للنفس من العمل بحرية علما أن الحرية لا تعني إطلاقا التقاعس أو التكاسل وإنما الحرية تعني حرية اختيار ما يناسبك بالمشاريع وحرية تحديد الوقت الذي يلزمك لإكمالها إن كنت من هذا الصنف فسوف تجد ضالتك عند مواقع العمل الحر أو العمل المستقل كما يسميه البعض Freelance Websites ومواقع الفريلانس أحبتي في الله هي مواقع تسمح للمبرمجين بالإنخراط فيها ومن ثم يستطيعون البحث عن المشاريع المطلوبة والتي تقع في نطاق المقدور عليه أي المشاريع التي يملكون أدوتها هذه المواقع تلعب دورا كبيرا في ترقية المبرمجين ماديا ومهنيا إذ مع كثرة إنجاز المشاريع ستزداد الأرباح وتتراكم الخبرة لكن قبل أن تنخرط في أي موقع من مواقع العمل الحر أنشئ لك حسابا على بايبال أو احصل على بطاقة بنكية لتحويل مستحقاتك إلى حسابك تذكر ابدأ بهذه الخطوة أولا لأن بعض المواقع تستلزم منك تسجيل الحساب الذي سيتم تحويل العائدات إليه توجد عدة مواقع خاصة بالعمل الحر أشهرها موقع فريلانسر وموقع أبورك وموقع توبتال وغيرهم يكفي أن تدخل إلى محرك البحث وتكتب فريلانس ويبسايتس وستطالعك عشرات المواقع دون أن نغفل عن ذكر بعض المواقع الخاصة بالخدمات الصغرى كموقع فايفر وهناك مقابل له عرى بموقع خمسات إذ يكفي أن تقوم بتعريف الخدمة التي تستطيع تقديمها مقابل أجر صغير وإن كانت خدمتك مطلوبة فسوف تستقبل الطلبات مواقع العمل الحر أحبتي في الله تستلزم صبرا تستلزم صبرا تستلزم صبرا حتى تظفر بأول مشروع وتستلزم صدقا حتى تضمن ثقة العملاء دون الصبر والصدق إلغي حسابك من مواقع العمل الحر فلن تبلغ مقصدك إلا بهما وتستلزم أيضا أن تخصص لها لهذه المواقع بعد الوقت لتتابع العرود فإن بدأ لك أن العرود لا علاقة لها بحقل تخصصك فلا بأس أن تقوك باحتياجات العملاء عبر الانتقال إلى التخصصات المطلوبة وتعلمها نلتقي في الحسة المقبلة إن شاء الله دام لكم البشر والفرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته